في السياق ذاته كشفت مصادر سورية عن وجود حالة من العصيان تسود مرتزقة أردوغان في ليبيا نقلت وسائل إعلام عن مصادر سورية أن العصيان ظهر بين المرتزقة السوريين من خلال رفض عمليات التجنيد بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيات في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي فضلا عن عدم صرف مستحقاتهم طبقا للوعود التركية والتي تبلغ ألفين دولار شهريا للمرتزقة الواحد وأشارت المصادر إلى أن حصيلة قتل مرتزقة تركيا في ليبيا بلغت 339 شخصا من بينهم 20 طفلا دون 18 عاما للمزيد من المتابعة والتفاصيل في هذا الشان ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبدالسطار حتيت الكاتب والمتخصص في أشأن الليبي سيد عبدالسطار بداية برحب بحضرتك على شاشة أكستر نيوز إعلان المتحدث باسم القائد الجيش الوطني الليبي الواء أحمد المسماري عن رصد سفينة شحن وصلت مصراطة تحمل أليات عسكرية ماذا يعني لسير العمليات في ليبيا؟ أعتقد أن النظام التركي يفوج بقدرة الجيش الوطني الليبي على الإمساك بزمام الأمور وعلى إعادة التموضع وتغيير التكتيكات وبدلا من أن كان يعمل على محاربة ميليشيات مسلحة يبدو أن الجيش الوطني الليبي أدرك خلال الأسبوع الماضية أنه يحارب جيش دولة أخرى وهي تركيا وبالتالي أنا أعتقد أنه أعاد ترتيب أوضاعه وتحركاته وانتحاباته التكتيكية وهجومه أيضا في بعض المناطق لإرباك النظام التركي النظام التركي أدرك ذلك وبدأ في إعادة التموضع هو الآخر دخل خلال الأيام الماضية بعض غرف عملياته العسكرية من قاعدة معيتيقة العسكرية في شمال شرق ترابلس إلى مصراتة وأعتقد أن هذا يأتي في سياق تركيز التواجد في مصراتة لأن الجيش الوطني الليبي يبدو أنه يستعد لإرباك الخصم من خلال تكثيف التحركات في مناطق المحيطة بمصراتة خاصة في منطقة الجفرة في منطقة السدادة في منطقة بني وليد هذه المناطق المحيطة ولكن سيد عبدالسطار أيضا يبدو أن هناك توجه من تركي أردوغان نحو مزيد من التصعيد أعتقد أن النظام التركي بدأ يشعر أن ليبيا شاسعة المساحة ويمكن أن تتحول إلى مستنقع للقوات التركية لهذا أنا في رأيي أن نظام التركي خلال الأسبوع الأخيرة يتجه إلى تركيز قواتي في مدينة مصراتة يعني شاهدنا انتقال غرف عمليات من ترابلس إلى مصراتة ومع قوات مصراتية كانت تتمركز في ترابلس وهذا يفسر السبب الذي جعل صراخات المرتزقة السوريين تظهر في محاور ترابلس ميليشيات مصراتة انسحبت مع القوات التركية من بعض المحاور في ترابلس وتركت المرتزقة السوريين مكانها طبعا المرتزقة السوريين ليس لديهم خلفية بالجغرافية ترابلس والأماكن التي يحاربون فيها ولهذا وقع عدد كبير منهم قتلى والأتراك يبدو أنهم جبناء ويتركون من أته بهم لمصرهم وهو القتل أو الأسر ويتحركون وبقى لمصالحهم واستراتيجياتهم بالتحصن في مدينة مصرات طيب سيد عبدالسطار هذا التزمر والغضب لدى المرتزقة السوريين في ليبيا كيف سينعكس على أردغان نحن نتعلم أن عدد نظام غير إنساني يقوم بإبتزاز الشباب السوري خاصة الذين يعيشون مع أسرهم في المعسكرات أو مقيمات اللاجئين ويقوم بإرسالهم إلى المحرقة بالإضافة طبعا إلى جماعات أخرى إرهابية معروفة من الشمال السوري ويبدو أن هناك نوع من غض البصر عن هذا التحريف أو هذا النقل للمرتزقة ولي اللاجئين السوريين للتخلص منهم في ليبيا سواء بالذوبان في المجتمع الليبي أو بالقتل والأسر في حال ما استمروا في رفع السلاح تواجه الجيش الوطن الليبي وضد الليبيين لهذا أنا أعتقد أن نظام أردغان يقوم بتحريك قوات لأسباب كثيرة منها إرضاء الروس والإرضاء الأوروبيين والتخلص من هاجس الإرهابيين الذين يمكن أن يشكلوا تهديد لسلطاته في الدخل التركي في حال ما إذا تركهم في تركيا هذا الغضب الذي يسود على هؤلاء المرتزقة سيد عبدالستار هل سيؤثر بشكل أو بآخر حال قرر أردغان تجنيد المزيد من المرتزقة في وقت لاحق؟ أعتقد أن الأوساط الشباب السوري سواء كانوا من الشباب العاديين أو الشباب العقائديين المتطرفين بدأوا يشعرون بخدعة وتلاعب نظام أردغان لأنه حتى الرواتب التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الدفاع التركية وهي 2000 دولار المرتزقة الأسراك بدأوا يتحدثون صراحة مع أنهم لا يتلقون إلا حوالي 5000 أو 7000 ليرة تركية وهي أقل من 1000 دولار بكثير هناك نوع من التلاعب بمصير وحياة ورواتب هؤلاء المرتزقة السوريين لهذا أنا أعتقد أن عملية التجنيد من المنبع من الشمال السوري ومن داخل المخيمات اللاجئين في تركيا اللاجئين السوريين سوف يحدث فيها ارتباع كبير وقد يتراجع الشباب السوري عن الانخراط وعن بيع أنفسهم لطموحات أردغان ولي الجيش السوري طيب ولكن سيد عبدالسطار في هذا الجانب تحديدا يبدو أن أردغان لديه إصرار على التواجد في ليبيا هل تتوقع أن سيكون لأردغان أي خطط بديلة حاله استمر هذا التزمر من قبل المرتزقة؟ هو أردغان في رأيي في الوقت الحالي في مأزق خاصة بعد أن تحركت أطراف غربية ضد ممارساته في ليبيا يعني على سبيل المثال هو كان يطمح في شغل قاعدة الوطية بعد انسحاب الجيش الوطني منها هو في الوقت الراهم غير قادر على التواجد في قاعدة الوطية لأسباب تتعلق بالتوازنات في أوروبا وهناك فرنسا، هناك إيطاليا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك أطراف كثيرة لم ترضى عن تواجد عسكري تركي في شمال أفريقيا في قاعدة الوطية أيضا الحديث الإعلامي عن أنه سيبدأ في التنطيب خلال الشهور المقبلة في البحر المتوسط عن النفط وعن الغاز وأنه أبرم اتفاقيات للتنطيب في البر الليبي عن البترول وعن الغاز في اتفاقيات ظهر أنها تتعارض مع اتفاقيات وقعت مسبقا ما بين الأطراف الليبية وشركات دولية منها شركات فرنسية وشركات بريطانية وشركات أمريكية وبالتالي أنا أعتقد أن ما يقوله أردوغان هو للتسويق المحلي ولإنقاذ نظامه السياسي وللظهور بمظهر الرجل القوي أمام أنصاره في الدخل التركي لكن على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد العمل في الساحة الليبية وفي إجراءات تهدد الأمن والسلام في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا أعتقد أنها أكبر منه بكثير وأنه سيستمر في إرسال المرتزق والإرهابيين والمعدات العسكرية لجني الأموال من خزانة الليبيين إلى أن يستنزفها لكن في رأيي لن يكون مطلق هنا السؤال سيد عبدالسطار الاستمرار في نقل المرتزقة والأسلحة هذا المسلك التركي كيف سيكون الرد عليه يعني نتحدث بصراحة يعني هناك أطراف رغم الغضب الأوروبي إلا أن هناك أطراف أوروبية تغض البصر عن النقل يعني السفينة التي وصلت خلال الساعات الماضية أو خلال يومين الماضيين وعليها نوع من الدبابات الحديثة التركية مرت بجوار صفن إيطانية ولم تحرك ساكنا مرت وسط السفن التابعة لعملية إيريني التي تراقب حظر التسليح لليبيا ولم تحرك ساكنا يعني أنا أريد أن أقول أن هناك أطراف أخرى تغض البصر عن ممارسات تركية لكن في حدود معينة يعني تسرق تركيا لترسل مطلقة لمانع تبيع أسلحة وتجربها على الليبيين لصالح الأطراف الغربية وإسرائيل وحلف الناتو وكل الأطراف العسكرية التي تراقب المشهد لا مانع لكن إذا ما حاولت تركيا أن تمس مصالح قطادية تخص دول مثل فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إيطاليا أو غيرها أعتقد أن هذا لن يسمح به ليس من أجل عيون الليبيين ولكن من أجل عيون القوى الاستعمارية سواء كانت دول غربية أو دول شرقية مثل روسيا طيب سيد عبد السطر أخيرا بصفة حضرتك متخصص في الشأن الليبي هذه المعادلة الليبية الكثير من الأطراف في هذه المعادلة حل هذه المعادلة أين يكمن تحديدا سيد عبد السطر؟ أنا في رأي ليكمن في عزيمة أبناء القوات المسلحة في عزيمة أبناء الجيش الوطني الليبي أنا تعيشت مع الضباط وضباط الصف والجنود خلال المواجهات مع الإرهابيين في مدينة بنغازي وحين كانت مدينة بنغازي تمتلع عن آخرها بألاف من المتفق والإرهابيين وحملة السلاح والنصوص وقطاع الطرق ومع ذلك تمكن الجيش الوطني الليبي بعزيمة أبنائه من الجنود والضباط وضباط الصف تمكن من هزيمة هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا أيضا يتلقون الدعم العسكري والمالي من تركيا ومن قطر كان معهم مستشارين عسكريين أجانب يعني فعلوا كل ما يستطيعوا ومع ذلك تمكنت عزيمة أبناء القوات المسلحة الليبية من هزيمة هذا اللوبي وهذا الغزو الأجنبي وأعتقد أنه سيتمكن من ذلك في طرابلس وفي مدن شمال غرب ليبيا رغم الممحكات الدولية ورغم الألعاب الأردغانية ومن يسير في فلكها نعم السيد عبدالسطار حتيتا الكتب المتخصص فيه أشاء أن الليبي كنت ضيفي هاتفيا بشكر حضرتك شكرا جزيلا